اي ربط سككي مع اي دولة من دول الجوار يمثل تفريط في كل موانئ العراق وليس ميناء الفاو ما يخدم المصلحة الوطنية الاتصادية للعراق اي ربط سككي مع اي دولة من دول الجوار السوداني القديم ينتقد مشروع الربط السككي الذي يقوم به شخص ما فاذا بهذا الشخص الذي قام بالمشروع هو السوداني نفسه لكن بنسخة حديثة ما اثارت تساؤلات الباحثين والمراقبين حول الفائدة المرجوة من هذا المشروع ولا سيما ان اول من حذر منه هو السوداني منذ اقل من عامين لا اكثر اثناء وضع حجر الاساس للربط السككي في منفذ الشلامج الحدودي بمحافظة البصرة تحدث السوداني عن اهمية مشروع الربط السككي في نقل المسافرين وزائري الاماكن الدينية من ايران فضلا عن اهميته في تعزيز البنى التحتية لاقتصاد العراق وبحضور نائب الرئيس الايراني محمد مخبر رأى السوداني ان المشروع يمثل ركيزة اخرى في تعزيز البنى التحتية لاقتصاد العراق ورفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار لكن ربط المشروع تحديدا بايران يمثل تعزيزا اكبر للنفوذ الايراني في العراق ويسهل عليها الاستحواذ على مقدراته وزيادة صادراتها اليه بحسب المراقبين الخطورة الاكبر في هذا المشروع تكمن في ضرره على موانئ العراق والتفريط باهم ورقة يمتلكها العراق بحكم هذا الموقع الجغرافي المتميز الذي يتمتع به وبالتالي يتحول ميناء الفاو الى شبه معطل وهذا عين ما ذكره السودان سابقا لكن قيامه بمباركة هذا المشروع يدل على مدى تحكم الاطار التنسيقي بقراراته وجعله اداة لتنفيذ المشاريع التي تصب في صالح ايران العراقيون في ظل هذه الحكومات ومشاريعها الضارة بمصالحهم لم يعد بامكانهم تحمل مزيد من تفريغ بلدهم من استقلاليته وتحويله الى ممر للاجندات الاقليمية والدولية العابرة اشتركوا في القناة